اشتركوا في القناة ما هو مرض عشان تعالجه بأدوية ولا شيء لكن السلوك ممكن تتعامل معه بطريقة معينة هذه الخاصية وهذه الصفة المزعجة والبشعة في الدجاج حتى في الكتاكيت ليش؟ الدجاج بشكل عام فضولي يحب يبادر يحب يستكشف يحب ينقر يحب يقرب يحب يطعم يحب يسوي كل شيء فلهذا يضطر انه يقرح بعضه شايفين مجرد ما رحت ورجعت شايفين كيف قرحوا هذا الكتكوت شايفين الدم كيف ينزف منه خلاص الآن الكتاكيت بيظلوا وراه وراه ها شايفين خلاص يستطعموا الدم هاي مشكلة آه مسكين جرح كبير شايفين جرح كبير هذا هذا لازم اعالجه فهذه المشكلة ينقروا المناطق الخلفية هذه شايفين هذه المنطقة المنطقة هذه الخلفية رطبة ولينة مجرد نقرة واحدة تجرح للمكان هذا ويطلع الدم فيظلوا وياكلوا وياكلوا فيه لغاية ما يوصلوا للأحشاء أنا قد طلعت إلى الآن أربعة هذا كمان مجروح الآن مع تغيير الريش بيتجرح المكان هذا المكان هذا واللي تحته رطب جدا فمجرد تغيير الريش وظهور الجلد الرطب فالكتاكيت تبدأ تنقر ولما تشوف النقر في هذا المكان طلع الدم خلاص يتعودوا على هذا السلوك ويظلوا ينقروا بعض غاية مشكلة هذه خاصية السلوك الافتراس هذه مشكلة في الكتاكيت وفي الدجاج بشكل عام ولما يقرح بعضه يطعم الدم والدم بروتين فبيستسيغوا الدجاج وبياكلوا فبيظل يمص يمص لغاية ما يقتل الطرف الآخر سواء كان الطرف أصغر منه أضعف يعني كتكوت أضعف من الكتاكيت اللي هو عايش بينهم أو كتكوت أصابه جرح لسبب معين شايفين؟ هذا من الكتاكيت الكبيرة فالافتراس مش فقط من الكبير للصغير أو من القوي للضعيف لا حتى الكتاكيت الأحجام الكبيرة المشكلة فين؟ المشكلة هذه المنطقة رطبة جداً هذه الخلفية رطبة جداً فأبسط نقرة أو جرح على طول يتأثر المكان هذا بس شايفين كيف الجرح هذا ما أكبره؟ شايفين كيف الأحشاء بانت؟ هذا الآن كتكوت ثاني وكتكوت كبير مع هذا أنا الآن اتفاجعت بالجرح الكبير هذا شايفين ما أكبر الجرح؟ هذا الجرح الآن الكتاكيت تظل وراه لغاية ما تغضي عليه شفتوا السمك سبحان الله كيف لما تنجرح سمكه يظل السمك وراها لغاية ما يأكلوها كامل والكتاكيت نفس الشي شايفين كيف الأحشاء؟ يا الله جرح كبير هذا أكبر من الجرح الأول الكتكوت الأول الكتكوت الأول الحمد لله تشافى شايفين؟ فالمشكلة هذه مش فقط من الكبار للصغار أو من القوي للضعيف لا حتى الكتاكيت فيما بينهم يعني يفترسوا بعض لأن المنطقة هذه رطبة جدا فاضطر أعزله الآن مع أخوانه فيظلوا ينقروا فيه لغاية ما يمسوا دمه ويأكلوه شوية شوية وهذا الشيء اللي صار في الكتكوت اللي حصلته اليوم ميت ميت وأحشاؤه مأكولة فظلوا ينقروه لغاية ما طلع منه الدم فالكتاكيت تبعت وراه تمص الدم وتقرح فيه لغاية ما قضوا عليه وبدأوا يأكلوا أحشاؤه طيب إيش السبب؟ الأيام هذه بدأت عملية إيش بيسموها؟ تساقط الريش الألش الآن الكتاكيت بتسقط الريش وبتجدد ريشها فبيصير بعض القروح البسيطة بسبب يعني طلوع الريش أو بسبب احتكاك أو أي شي فبيظهر الدم هذا الدم بيخلي الكتاكيت الثانية تتبع هذا الكتكوت اللي فيه الدم لقاية ما يقضوا عليه حتى الكتكوت العملاق أنا عندي هذا الكتكوت الرمادي اللي هو ما أدري إيش الغلط هل هو بيضة غلط؟ أو كتكوت دخل مع المجموعة هذه بالغلط؟ شايفين؟ هو خايف منهم وهم خايفين منه علشان شكله غريب وهو لأنه وحيد بيخاف منهم المهم هذا الكتكوت دائما يشرد من كل الكتاكيت لأنه بيخاف منهم فأصابوه جرح بالخلف لأنه الخلفية الكتكوت دائما ضعيفة فمجرد نقرأ واحدة تعلم عليه تحط عليه جرح فالمهم أنا كنت بلاحظ أنه دائما بيتخبأ وهو بيتخبأ من هذا الجرح اللي بيقالمه ولأن الكتاكيت تعالموا عليه وبيظلوا يجروا وراه المهم كيف نتعامل مع هذه المشكلة كيف نسوي فيها كيف نعالجها أول شيء تتخذه لما تكون عندك كتاكيت ويكون عندها فروقات في العمر أو فروقات في الحجم أو في بعض الكتاكيت فيها جروح يعني حتى لو كانت كبيرة وفيها جرح الكتاكيت باتيجروا وراه لأن الكتاكوت والدقاجة بشكل عام تستطعم الدم تستطعم اللحم فأفضل طريقة أنك تعزل الكتاكيت الصغيرة عشان ما يصير تنمر عليها أو يصير افتراس عليها أو استقواء عليها هذا أول شيء تفصل الكتاكيت الصغيرة تعالوا نشوف الكتاكيت المقروحين أو المقرحين اللي عزناهم طباح الخير يا حلبين الحمد لله الكتاكوت اللي اللي فيه القرح الكبير ما مات أنا كنت خايف أنه يموت هذا هو لأنه قرحه كبير فالحمد لله هيا صح صح واموره تمام الحمد لله قرحه كان كبير جدا كان بدأت تبان أحشاؤه ثاني شيء أي كتاكوت فيه قرح أو فيه علامة بداية قرح أو شيء تعزله مباشرة لأنه هذا القرح البسيط أو بدايات القرح البسيط هذا بيصير قرح كبير ويأدي إلى وفاة المشكلة مش في أنه يموت عليك كتاكوت أو ثنين المشكلة أنه يتطور هذا الشيء ويصير سلوك عند غالبية الكتاكيت ويبدأوا يهجموا على بعضهم لأنه دائما قطيع الكتاكيت ما ينمو بشكل واحد ولا بيحصل على غذاء بمعنى أنه ما يحصل على غذاء بشكل متساوي فنموه ما بيكون متساوي بالإضافة إلى تعامل الكتاكيت مع البيئة مع الواقع مع البرد مش بنفس المستوى فبتطلع الفروقات في النمو وفي الأحجام وهنا لازم تعزل الأحجام الصغيرة أو الكتاكيت اللي فيها علامات أو بداية قروح إنه هذا الشيء سلوك طبيعة في الدقاي طبيعة في الكتاكيت من أول يوم لو تلاحظوا الكتاكيت من أول يوم دائما تركض دائما تستكشف دائما تنقر دائما تحب تهقم تحب تستحوذ تحب تشيل الشيء وتهرب فهذا الشيء دائما يصير ما تنزعج منه لكن ما تتركه لازم تتعامل معاه بشكل سريع والطريقة الوحيدة هي المتابعة والعزل طيب أنا عزلت الكتاكيت اللي فيها قروح بدايات قروح من الذيل من مكان تغير الريش فعزلتها هي والكتاكوت هذا العملاق عزلتهم لها مكان مختلف لغاية ما يلتأم القرح وبعدين بعاود أردهم مش مشكلة رح أعاود كمان أرشلهم من هذاك العلاج إنه عبارة عن تكفيف للقرح وطالما ما فيه كتاكيت ثانية تنقر فيه رح يتعافى إن شاء الله بإذن الله أما هذا الغريب هذا اللي هم بيخافوا منه وهو بيخاف منهم سبحان الله تعال تعال طبعا هذا مقفف القروح وكمان يعمل على طبقة عازلة من شان الكتاكيت ما يرجعوا لنفس المكان ويقرحوا أو يمتصوا من الدم هو مقرد كم يوم كذا يوم يومين يعني يقف القرح من نفسه بإذن الله شايفين هذا هذا القرح بس قف هنا من أماكن خروق الريش يبدأ التقريح أو تبدأ تبان لهم المنطقة الرطبة فالكتاكيت ينقروا بعض خلاص إن شاء الله كم يوم ويتعافوا وطبعا ما تنتظر لغاية ما يكون عندك افتراس وتبدأ تفصل بالكتاكيت الأفضل إنك طالما إنه فيه تفاوت في الأحجام بين الكتاكيت أفضل شي إنك تعزل الكتاكيت الصغيرة الضعيفة علشان ما يصير وقت جوع أو وقت احتكاك أو شي يبدأ الكتاكيت القوية تتنمر وتفترس الكتاكيت الصغيرة فهذا الشي دائما يصير بين الكتاكيت بين الدقاج الدقاج يأكلوا الكتاكيت الصغيرة فهذه ظاهرة الافتراس مشهورة في الدقاج الدقاج متوحش ويستطعم الدم ويستطعم اللحم فأول ما يحس الفرصة يديها لغاية ما يقضي على اللي فيه الدم أو اللي فيه القرح أو الكتاكوت الصغير فلإنها طبيعة وسلوك في الدقاج من صغره فحتى لو كان الكتاكوت ما فيه قرح مجرد إنه يكون ضعيف أو خملان أو شي ممكن ينقروه بعض الكتاكيت ويقرحوه وخلاص هنا يبدأ عملية الافتراس لأنهم بيتناولوا كلهم كلهم بيركضوا وراه لقاية ما يغضوا عليه والموضوع ما له علاقة بالجوع يعني حتى لو الكتاكيت شبعانة هذا سلوك هذه غريزة في الدقاج بشكل عام فالأفضل شي إنك دائما تتابع الكتاكيت تفصل الكتاكيت الكبيرة تفصل أي كتاكوت فيه جرح أو شي تسلم من هذه المشكلة غير كذا ما في لها لا علاجات ولا لها أي شي في طريقة بيستخدمها صحاب المزارع الكبيرة يتجنبوا فيها سلوك الافتراس بيقصوا الطرف الأمامي من المنقار وأنا ما انصح بهذا الشي إلا للكميات الكبيرة ممكن لأنك ما بتقدر تلحق على الكتاكوت المجروح الكتاكوت التعبان الصعب لكن لما تكون عنده كميات بسيطة أنا ما أنصحك بقص المنقار الأمامي لأنه بيصير الكتاكوت أو الدجاج أو الكتاكوت راح تكبر وهي مشوهة يعني تخيل كذا زي الإنسان اللي بدون أسنان فالمنظر مش حلو فالكميات البسيطة تقدر تتلافى هذا الشيء من خلال عزل الكتاكوت الضعيفة أو الكتاكوت المجروحة لكن أصحاب الكميات الكبيرة أتوقع ما عندهم حل غير أنهم يقصوا المنقار أو الجزء الأمامي من المنقار فالتعامل مع هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة هو بالمتابعة والتدخل أول بأول على العموم أتمنى هذا الفيديو يكون عقبكم وفادكم استمتعتوا فيه وأخيرا وليس آخرا أدعم القناة باللايك والاشتراك فيها وتحياتي